من هو أنشتاين؟ ألبرت أنشتاين هو فيزيائي ألماني ولد في الرابع عشر من مارس سنة 1879 في مدينة أولم في فورتنبرغ بألمانيا وقد قام بتطوير العديد من النظريات الفيزيائية المهمة وحصل أنشتاين على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1921 وذلك لتفسيره الأثر الكهروضوئي ويعتبر أحد أكثر الفيزيائيين تأثيرا في القرن العشرين فقد فاز أنشتاين إلى جانب جائزة نوبل بالعديد من الجوائز الأخرى مثل ويسامي كوبلي سنة 1925 والميدالية الذهبية للجمعية الملكية الفلكية في سنة 1926 وشخصية العام لسنة 1999 كما تم تسمية متحف بيرن التاريخي بمتحف أنشتاين وتوفي في مستشفى برينستون في السبعة عشر نيسان من سنة 1955 عن عمر يناهز 76 عاما وذلك نتيجة لنزيف داخلي نجم عن تمزق عند تمدد الأوعية الدموية أهم إسهامات آلبرت أنشتاين تأثير الكهروضوئي أولا التأثير الكهروضوئي اقترح أنشتاين في سنة 1905 بوجوب اعتبار الضوء تيارا من الجسيمات وهي الفطونات بدلا من الاعتقاد السائد في تلك الفترة الذي يعتبر أنه مجرد موجة واحدة وساعدت نظريته بهذا الخصوص على تفسير بعض الظواهر التي توصل إليها العلماء الآخرون آنذاك وتشير نظرية التأثير الكهروضوئي إلى كيفية إطلاق الإلكترونات من سطح معدن بسبب سقوط الضوء عليها أما نظرية الموجة فتقترحه إلى أنه من المفترض أن تقذف الإلكترونات بطاقة أكبر عند زيادة شدة الضوء الساقط ولكن التجارب أظهرت أن طاقة الإلكترون لا ترتبط بشدة الشعاع وشدة الإشعاع أيضا من أهم إسهامات أنشتاين أيضا النظرية النسبية الخاصة قدم أنشتاين النظرية النسبية الخاصة التي تبين كيفية تطابق القوانين الفيزيائية في جميع الأطر المرجعية طالما أنها ليست تحت تأثير التسارع ولكن سرعة الضوء في الفراغ تعتبر نفسها دائما تعتبر نفسها دائما وذلك بغض النظر عن السرعة التي يتنقل بها الإطار المرجعي وأوصلت هذه الملاحظات إلى استنتاج وجود رابط بين الزمان والمكان والذي يطلق عليه الآن بالزمكان Space Time والمسمى بSpace Time لذا يمكن للحدث الذي له إطار مرجعي معين أن يراه إطار مرجعي آخر في وقت مختلف من أهم إسهامات أنشتاين أيضا النظرية النسبية العامة كانت النظرية النسبية العامة بمثابة إعادة سياغة لقانون الجاذبية حيث قام أنشتاين سنة 1600 ميلاد بوضع ثلاثة قوانين للحركة وكان من بينها قانون تحديد كيف تعمل الجاذبية بين جسمين حيث تعتمد القوة بينهما على حجم كل جسم وعلى المسافة بينهما فقرر أنشتاين أنه عند التفكير في الزمكان فإن الجسم ذا الحجم الكبير يعتبر كتشوه في الزمكان مثل وضع كرة ثقيلة على الترامبولين ومن أهم إنجازات أنشتاين وإسهاماته في العلم هو الرابط بين الكتلة والطاقة أوجد أشتاين رابطا بين الكتلة والطاقة ونتج عن ذلك المعادلة المشهورة الطاقة تساوي الكتلة في سين أس إثنين والتي تعتبر عن تكافؤ الكتلة والطاقة وتوضح هذه المعادلة أن جسيما صغيرا من المادة يحتوي على كمية هائلة من الطاقة وتعتبر هذه النظريات الأساسية للطاقة النبوية على العموم هذه هي كل إسهامات ألبرت أنشتاين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر